في عام 1987 كان المطور الكبير هيرونوبو ساكاكوشي يستعد لإطلاق آخر محاولة له في سوق الألعاب بعد ما يأس من كثير المحاولات اللي فشلت في تحقيق نجاح في سوق الألعاب اللعبة كان اسمها Final Fantasy وصدرت في 1987 على جهاز العائلة أو ال-NES اللعبة نجحت بشكل كبير وأنقذت مستقبل ساكاكوشي وسكوير واستمرت في الصدور كسلسلة ألعاب الشركة الرئيسية ومصدر ربحها الأول ألعاب السلسلة الجاي حققت نجاح كبير على جهاز العائلة وال-NES وثم على جهاز نينتندو التالي وهو السوبر نينتندو من خلال ستة جزاء رئيسية لسلسلة Final Fantasy على أجهزة النينتندو كانت فعلا علاقة تجارية رابحة بينهم ومصدر سعادة كبيرة للجماهير وفي نص التسعينات الكل كان يترقب جهاز نينتندو الجاي اللي هو النينتندو 64 وأحد الألعاب المنتظرة عليه كان الجزء القادم من سلسلة Final Fantasy العريقة في عام 1995 في معرض تقني قامت سكوير بعرض ديمو تفاعلي لتجربة هاردوير سيليكون غرافيكس الديمو ظهرت فيه شخصيات Final Fantasy من الجزء السادس اللي صادرت على السوبر نينتندو لذلك الكثيرين اعتقدوا أن هذه الأقطات من الجزء القادم للسلسلة على جيل النينتندو 64 الجديد لكن ما أحد توقع عن أحداث اللي كانت جاية بالطريق واللي كانت صدمة لصناعة الألعاب ككل قبل ما نتكلم عن هذه الأحداث خلونا نتكلم عن علاقة سكوير ونينتندو بشكل عام رغم العلاقة التجارية الرابحة بينهم بالأرقام إلا أن بعض المشاكل بدت تظهر بين الشركتين في التسعينات المشاكل بدت قبل عدة سنوات سكوير كانت تستعد لإطلاق لعبة رومانسينج ساقة على السوبر نينتندو اللعبة أجرت شهرين بسبب مشاكل في التطوير ونينتندو رفضت حينها طلب سكوير بزيادة حجم الكارتريج لأكثر من 12 ميجابايت سكوير هنا اضطرت بإصدار اللعبة بعد حذف بعض الخصائص منها حتى تناسب المساحة المحدودة ولكن المفاجأة كانت بعد عدة أشهر نينتندو سمحت لشركة إنكس المنافسة باستخدام كارتريج بحجم 16 ميجابايت للعباتهم الجديدة دراجون كويست 5 سكوير ما استقبلت المسألة بشكل حبي وتضايقت أن نينتندو تقدم تسهيل غيرهم بينما تحرمهم منها أيضا في بداية التسعينات كانت نينتندو تشتغل على جهاز يعمل بالسي دي مع السوني لكن مع مشاكل عدة أدت إلى إلغاء هذا المشروع لكن قبل أن يغلي هذا الجهاز سكوير كانت تطور لعبة Secret of Mana على إضافة السي دي روم الخاصة بالسوبر نينتندو بسبب إلغاء نينتندو المشروع قامت سكوير بإعادة تطوير Secret of Mana ضمن هذا الشيء كانت إعادة تصميم الخريطة واللعبة بالكامل في مناسبة ثانية متحديدا في خريف 1995 كان موعد أصدار لعبة جديدة من سكوير لجهاز نينتندو وبسبب مشاكل في التصنيع سكوير أصدرت اللعبة بشحنة أولية 700 ألف نسخة بدلا من المليون المتفقين عليها هذا الشيء ما أعجب نينتندو والشركة تهمت سكوير بمخالفة العقود بين الشركتين وكان من الواضح أن العلاقة بين الشركتين ما بفي أفضل حالاتها على عكس المعتاد سكوير أصدرت مجموعة ألعاب قادمة على السوبر نينتندو بشكل متتالي وسريع وهي Gun Hazard من The Treasure Hunter G Rudra's Treasure وباهموت لاغون وكانت الشركة تلمع إلى فك ارتباطها بأسرع شكل ممكن مع نينتندو وفي نفس الوقت سوني تحاول بكل طاقاتها بجذب المطورين لجهازها الناشئ البلاي ستيشن بتقديم نسبة أرباح للمطور أعلى من النسبة التي تقدمها نينتندو مع وصول علاقة سكوير ونينتندو إلى مرحلة جدا سيئة جاء الخبر الذي كان يخاف منه الكثير وهو أن سكوير أعلنت في 1996 أنها توقف جميع مشاريعها على أجهزة نينتندو وتعلن صدور ألعابها بشكل حصري على جهاز سوني الجديد طبعا السبب سكوير المعلن هو أن تقنية السي دي رح تتيح حرية أكبر للمطور وهذا أمر منطقي ما نلومهم عليه فكل المطورين الآخرين كانوا يجدون راحة أكبر في التطوير على السي دي لكن سكوير كانت تخفي الأسباب الحقيقية ودعم الناشرين الكبار في اليابان مثل كابكوم وكونامي لجهاز سوني الجديد ما يعني أن قطع علاقتهم مع نينتندو واستمروا في تطوير ألعاب لجهاز نينتندو 64 والجيم بوي وسكوير تصرفت بشكل غير احترافي مع المسألة عكس نينتندو اللي لما عرف رئيسها عن قرار سكوير في دعم سوني وإلغاء مشاريع نينتندو تعامل مع الأمور بهدوء وقال هذا قرارهم سكوير ما أكتفت مع علان مقاطعتها من نينتندو وحصرية ألعابها لسوني بل قام مسؤولها بمهاجمة نينتندو 64 إعلاميا ثم استخدم تأثيرهم على الشركات مثل إنكس لإقناعهم بأنهم يتركون نينتندو برضو سكوير أخذت الأمور بشكل شخصي وبدأت في حملة في إقناع الناشرين اليابانيين حتى يتركون نينتندو ولما قامت سكوير بهذا التصرف غير احترافي ما توقعوا أن النتائج بترجع لهم وتألمهم في القريب العاجل الكل يعرف أن ألعاب سكوير حققت نجاح كبير على جهزة البلاي ستيشن لكن في الحقيقة أن جزء كبير من سوق الألعاب لطالمك هان المحمول وسكوير كانت تحت الضغط لإستغلال السوق المحمول خصوصا أن ألعاب فاينل فانتسي ثنائية الأبعاد تقدر تحقق أرقام قوية في السوق لشعبيتها الشركة كانت تعرف بأن الجيم بوي هو اللي راح يكسح السوق ولكن الآن ما راح يكون خيار لهم بعد ما راح لسوني سكوير بشكل بائس اضطرت بإصدار ألعابها لجهاز الواندر سوان المحمول ورغم أن ألعاب فاينل فانتسي كانت عليها الأكثر مبيعا إلا أن هذا ما كان كافي للشركة خصوصا مع الانتشار الكبير لجهاز نينتندو لجيم بوي أدفانس سكوير علمت بشكل كامل أنها لازم تحصل على رخصة تطوير لجهاز النينتندو المحمول بأي شكل كان ولزاد وجع سكوير هنا نتائجها المالية كانت تدهور وقتها المسؤولين في سكوير كان يلمحون بشكل مستمر أن الشركة جالسة تعمل على ألعاب لجيم بوي أدفانس لكن ياماويتشي رئيس نينتندو كان بالمرصاد وصرح بشكل علني أنه ما صار فيه اتفاق بين نينتندو وسكوير سكوير تقدر تقول اللي تبيه في الإعلام لكن هذا ما راح يعني شي رئيس سكوير كان يعرف أن موقف نينتندو تجاه سكوير كان مبرر بسبب تصرفات سكوير السابقة في منتصف التسعينات هذا ما منع سكوير أنها تحاول تصلح كل شيء وتتخذ المسار الأفضل للمستقبل سوزوكي رئيس سكوير بعد سنوات كان شجاع بشكل كافي حتى يعترف بخطأ الشركة في التسعينات لما صرح وقال عدونا الحقيقي هو كبرياءنا في مقابلة لهم صحيفة يابانية شهيرة قال رئيس سكوير أن قرارنا بدعم جهاز بشكل حصري كان غير موفق وقال أنه يندم على مهاجمة نينتندو 64 وأقناع إنكس بترك نينتندو سوزوكي كان جاد في إصلاح حلاقته مع نينتندو وفي تسريح آخر قال لا نتوقع أن نينتندو تتقبلنا على طول لكن راح نسوي كل شي حتى نعيد علاقتنا الإيجابية مرة ثانية وقال أيضا أنه لازم نحاول نقنع نينتندو وبنعرض خططنا لهم لأجهزة الجيم بوي والجيم بوي أدفانس يامووشي كانت شخصيته مرة قوية لدرجة خلت سكوير ترجع لها بنفسها والآن قدر يضغط عليهم بشروطه الكاملة رئيس نينتندو كان واضح أن سكوير ما راح تطور أي لعبة على الجيم بوي أدفانس دون أن تطور أيضا على الجيم كيوب ومع وضع سكوير السيء ماليا والفرص الكبيرة اللي يمنحها الجهاز الجيم بوي أدفانس ما كان عندهم أي خيار إلا أنهم يرضخون لرغبات نينتندو في مارس 8 2002 جاء الخبر اللي انتظرها الكثير وهون سكوير ونينتندو يعلونون رسميا عن العودة من العمل مجددا وتطوير ألعاب جديدة في عالم فائل الفانتسي على أجهزة النينتندو وشركة سكوير اينيكس الآن تملك علاقة ممتازة مع نينتندو وطورت العديد من العنوين الجديدة الحصرية لأجهزة نينتندو مثل بريفلي ديفولت وأصدرت ألعاب فائل الفانتسي الشهيرة على جهاز نينتندو الأخير السويتش بالإضافة لتوفير أول ثلاثة أجزاء من دراغن كويست والجزء الأخير من اللعبة مع شريحة مختلفة من عنوين سكوير اينيكس مثل ستاروشن ورومانسين ساقة والآن في هذا الشهر تصدر لنا أحدث ألعاب شركة سكوير اينيكس بشكل حصري على جهاز النينتندو سويتش وهذا يبين لنا بأن العلاقة بين الشركتين في أحسن الأحوال ولا نتوقع بأنها راح تدهور زي السابق شكرا